عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تدعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان كما وجه مدبولي باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولا بأول مؤكدا ما تليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الراهنة